ايه حكم تشئير الحواجب او تلوين الحواجب بعض الستات مش عايزين يعملوا موضوع النمس المحرم ده فبيلجأوا ان هم يلونوا حواجبهم بحيث كان الحاجب يعني متشال منه لكن هو مش متشال منه حاجة ده متلون او متشقر ايه حكم هذا الامر بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة فيديو جديد اختلف العلماء المعاصرين على موضوع تشئير الحواجب بيجيبوا حاجة كده زي جولي ايفا تشئير مثلا ويقوموا ملونين شعر الحاجب فيبانوا نرفيع زي ما كانها شايلة الحاجب بتاعها ففي علماء قالوا نده فيه معنى النمس والنمس حرام اللي هو الاخذ النمس يعني الاخذ من شعر الحاجب وبالتالي يبقى حرام لا يجوز وفي علماء قالوا لا المحرم فقط هو النمس او الاخذ من شعر الحاجب انما تلوين الحاجب الاصل في الاشياء الاباحة فمدام هي ما خدتش من حواجبها وانما لونت حواجبها او شقرت حواجبها يبقى هذا الامر حلال لان ده الاصل وفعلا اخوانا ده القول الراجح ان تلوين الحاجبين او تشئير الحواجب ليس فيه اي شيء وده كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عصيمين لان القول ان ده حرام لازم يأتي بدليل وما فيش دليل الدليل ان النمس هو الحرام الاخذ من شعر الحاجب انما تلوين الحاجب ليس فيه شيء وحلال ان شاء الله وهي فتوى كبار العلماء كابن باز والعصيمين رحمة الله على الجمع دعاموا الفيديو بشير والايكوكم متشارك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم